لأسبوع كامل تتصدر نفيديا عنوين الصحف وتعد الدينامو الذي يحرك مؤشرات وولد ستريت وذلك بعدما أعلنت عن نتائجها القوية والتي فاقت التوقعات مؤخرا أعلنت الشركة عن شراكة جديدة مع شركة كوجل لتوزيع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من عملاء التكنولوجيا الذين يحتاجون وحدات معالجة الرسومات أو الـ Graphics H100 هذه الوحدات ارتفع عليها الطلب الآوينة الأخيرة وأيضا وفقا لـ Financial Times السعودية لحالها طلبت قرابة الثلاثة آلاف وحدة من H100 لكن لماذا تزهر أعمال نفيديا؟ وحدات معالجة الرسومات GPU يتم استحواذها من قبل الشركات السحابية والوكلات الحكومية وأيضا الشركات الناشئة تتوفر أيضا هذه الوحدات على المنصات السحابية المنافسة مثل مايكروسوفت وأمازون أيضا لكن إذا ألقينا نظرة على أداء السهم السهم مش عم بيهدد من بداية السنة ارتفع بقرابة 234 في المئة وهو أفضل أداء على الإطلاق على مؤشر S&P 500 من بعده بيجي سهم متا الذي ارتفع بقرابة 148 في المئة إنفيديا بيوزن بمؤشر S&P 500 3.2 في المئة و4.3 في المئة في مؤشر ناستاك وانهاندرد مما يعني أن التحركات في سعر السهم تؤثر بشكل واضح على أداء المؤشرات الرئيسية الشركة أعلنت عن ارتفاع الإيرادات ب88 في المئة وارتفاع الأرباح ب846 في المئة الربع المنتهي من 31 أغسطس هذا الأمر جعل الأسواق والمحللين يعدلون توقعاتهم حيال نتائج الشركة للفترة المقبلة الآن الأسواق تتوقع ارتفاع الأرباح خمسة أضعاف في العام المالي عام 2023 لتصل إلى 22 مليار دولار و35 مليار دولار في العام المالي المقبل أيضا تتوقع ارتفاع الإيرادات أو مضاعفة الإيرادات لتصل إلى 53 مليار دولار عندما عدلوا هذه التوقعات أيضا التعديل لمس ربحية السهم لتصل إلى قرابة الـ 14 و70 سنة هذا الأمر جعل مكرر الربحية أن ينخفض إلى 33 مرة وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر عام 2022 وأيضا مقارنة بـ 24 مرة على مؤشر ناصق لحاله وأيضا مكرر الربحية المتوقع لـ 12 شهر مقبلة هو أقل من المستويات الحالية بالنسبة 70 في المئة